المشكلة اليوم صارت طبعاً انقطاع هو التيار الكهربائي التيار الكهربائي عارفين انها مشكلة على كل بلاد على كل ليبيا بالكامل احنا توصلنا مع الجهات معنا المعنية كشركة عامة معنا الكهرباء خطبناهم برسائل رسمية طبعاً عدم وجود معنا الوقود حتى هو سبب لنا ربكة في الحقيقة ان اليقال سواء لصفحات مع التواصل الاجتماعي وكذا ليس كما هو موجود على الواقع يعني صدقاً يعني احنا تصوري نتواجده من الساعة السابعة صباحاً يعني من السابعة صباحاً نطلع الساعة السابعة مساء يعني معدل وفي بعض ليمات نقعده لساعة عشر في الليل لنا عندنا يوم السبت والاثنين والاربعة نخدمه بمعدل مع ثلاثة شفتات زيدي عليهم اني كنتي عارفة اللي هو النزوح فيه نزوح من مناطق الاشتباك اللي صايرة سواء من الخلاء سواء من واضي الربيع سواء من كده فكلها صايرة هنا وإحنا فاتحين باب اللي هو باب قبول للحالات فصاير ضغط فصاير ضغط على المولد يعني المولد صاير عليه الضغط فإحنا نتصوري إذا كان الكهرباء تنقطع بمعدل مع 12 ساعة يومي ما هي ونشغلوا فيه معنا المولد يعني بمعدل 7-8 ساعات فالديزل ما يكفيش الوقود ما يكفيش نطلب إحنا ونوجه نداء عاجل للشركة العامة للكهرباء للشركة المسصة الوطنية كذلك للنفط بمساعدتنا سواء في الكهرباء يعني في طرح الأحمال بالنسبة للمركز أو توفير اللي هو الوقود بالنسبة للديزل